بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي خناة الأهلي في برنامجكم ملك التابة حلقة يوضع فيها الكثير من النقاط على أحرف بارزة ومهمة إبراهيم أهلا بك أهلا بك أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم دائما في لقاء الإثنين من ملك وكتابة هي بالفعل حلقة تشهد حسم الكثير من نقاط الجدل والاتفاء على خطوط كان يفترض أنها تكون واضحة وظهرة لدى الكثيرين لكن أن يتعامل بعض على هذه الخطوط الفاصلة والبارزة والواضحة فوجب التنويه في حلقة مهمة عنوانها ولأنه الأهلي ولأنه الأهلي يا بش مهندس فقد وجب الترفع وأيضا وجب الرد وبقوة ولازم التوضيح أستاذ إبراهيم منذ انطلق هذا البرنامج ونحن لنا شعار ما تخافش على الأهلي أيوة وأيضا لنا كود أخلاقي منتزمين به وأن خلافنا ليس مع الشخص ولكن مع المحتوى والمكتوب صحيح ولكن هذا لا يعني أبدا أن تأتي لحظة يتم التجاوز بشكل فج ومباشر على النادي الأهلي أو على بعض أشخاص فيه ما يخصني أنا حعرف أتفهم فيه ولكن لن يسمح إطلاقا والذين ينتظرونا وكل يوم والتاني ورونا بقى حدفوا عن هيبة الأهلي إزاي خرجونا من اللعبة دي اللي احنا عايزين نقوله لم يكن يوما مسموحا المساس بالمهندس محمود طهر أبدا بصفاته رئيسا للنادي الأهلي وكنا أول من تصد دفعنا على المهندس محمود طهر ضد مرتضى منصوره اللي قاله وقته والكلام بقى اللي هم عايزين نرسخه ورونا بقى حتعمله إيه لا إذا حدث تجاوز سيحصل الأهلي على حقه صحيح ولكن من خلال كود أخلاقي أيها لإيه لأن طول ما أنا ماشي النهاردة بالذات وأنا أسمع هتعمله إيه هتعمله إيه عايزين بقى ونشوف بقى ونعمل بقى وكأنها خناقة عايزين نشوف ميننا الأكثر قدرة على الإلام والإذاء اللفظي ها أو غيره يعني طب دي مش مدرستنا طب دي مش سكتنا طب دي لو يعني هناك مثل ولا بلاش لو قلت حيحصل إسقاط وحتلقيه الناس واخد المعنى ده هي قضية كلها في الإسقاط على فترة فمش هقوله لكن هي ناس كاتبعة الفيسبوك أنت تصارع مين فين مصلحته أنك صارعه في ميدانه ولا صارعه في ميدانك أنا مش معتبر أنه ندخل صراع وإذا كان قد تم التجاوز في حقي الأول الأول أستاذ فرهيم ما تيجي كده نشوف لماذا تم التجاوز لماذا قيل أن أحد البرامج دقبة على أنه يتصيد وعايز يجررنا معاه في مشكلة عشان الناس تاخد جزء من الاهتمام أو ضوء من خلال صراع مع البرنامج عندنا وده احنا متجهلون تماما لكن احنا غلطنا مرة نحنا لقينا ما يمس النادي الأهلي فنقشنا قضية أثيرة في هذا البرنامج لكن لا يسا معنا هذا أن احنا متفيتين بقى وقررنا أن احنا نبقى يعني وان تو يعني أبدا الموضوع الجزء الثاني المهم جدا أن احنا مش بس هندفع النادي الأهلي ولكن هنلتزم بمسؤولية النادي الأهلي تجاه المجتمع أنت تعالج أمر يريد البعض أن يستدرجك فيه لصديق يعني يعني تصدير مشهد خلاف يزجب الجماهير فيه مش مش احنا ومش دورنا ومش هننزلق لهذا الأمر ومش هند اللي عايز يستدرجنا هذه المتعة ومش هندله هذا الطوق الذي يريد أن يتشبس به يعلم أن موقفه في بعض الأمور يعني يريد أن يخرج من أزمة إلى أزمة أكبر لا نحترم تماما جماهيرنا وجماهير المنافسين جميعا و يعني ننقى بأنفسنا أن احنا نستدرجهم في صراع يبدو أنه عمو هو خاص أيوه هو خاص جدا في التوقيت ده بازاي احنا أكبر من كده وأكثر رؤية وسهل جدا أن تكون سباب ولعان وشتام لكن الصعب جدا أن تكون قادما للغيز المتحملة المسئولية على قدرها وعلى قدر الكود الأخلاقي اللي أنت تربيت عليه أما الجزء الموضوعي فحناخد حق النادي الأهلي حناخده تلت ومتلت تلت ومتلت وإذا كان هناك أكثر من متلت مكملين تم اتخاذ كافة الإجراءات الرسمية والقانونية الرسمية والقانونية للحق للحق النجل سواء للذين استدرجوا أن أن الأمر يوجه إلى هذه الزاوية مستندين إلي إيه رأيك في اللي قال ومالك وكتابه في كلمة مش عارف وهو الذي يلحس خلف الله وانت اهتمت حتى بالكشف راح تجاي بالمعجم آه ما أوجم العارف من شدة العطش والتعاب يعني الإنسان يلهس والكلب يلهس وده له مظهره وده له مظهره في اللهاتان ولك حق أن تنطقي ما ينطبق عليك أيها ده اختيارتك مش اختياري أيها أنا اختيار أنا 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 أقول بمعناه السوي أيها أنت تلهث لتحقق نجاح في كذا عايشت أقول ده بالمعنى ده ده قرارك مش قراري عايشت حاسبني عليه ماشي تحر لكن أيضا يحضرني هنا بقى للي استخدم الكلمة ها أي وهو يريد أن يستفز آه أو في تمثيلية كما يبدو هي تمثيلية بالظبط ها وكذا كذا أنا شعار فيه يبقى إنها يعني وليدة اللحظة لكن لا ده مدروسة مدروسة طيب هو أنا مشكلتي إنك أنت مش فاهم معنى اللغة وليكلمة يلهس أنت مش فاكر الإمام علي قاله يا أستاذ إبراهيم آه إذا خطبك لا لا ما خطبني ما خطبني عالم إلا غلبت غلبت وما حجاني جاهل إلا هزماني إلا غلباني طب أنا هو أنا مسؤوليتي إنك أنت عايش سفهم الأمور كده وتخدها في السكة دي ما قلناش كده ونحن أرقى قوي من نقصد هذه المعاني الصغيرة قوي اللي عايز أخدها ويرد عليها في حجمها أهل نساهم اللي عايز يرد عليها كما فهمها هذا اختياره أما مش هيجبرني إن أنا أرد عليه باختياراته فكل أوناء إن ينضح بما فيه أنا معرفش أكون شتاب كل أوناء إن ينضح بما فيه أنا معرفش أكون شتاب مش مجالي لكن أعرف أكون قوي لا أتسطر وراء أحد ولا أصدر آخرين ياخدوا حقي وإذا أخدت حقده بالطرق الرقية الموضوعية التي تليق بإنسان متحضر وبالنادي الأهلي نتحدث عني كشخص تربية النادي الأهلي نادي الأهلي سيحصل على حق بإذن الله إذا كان هناك من يرفض هذه التجاوزات خصوصا في مجال الإعلام وأن هناك ضوابط في هذا الأمر سنرى النتائج بإذن الله سنرى كل التوجهات أعضاء النادي بيقولك مش عارف إيه وده هو كذا كذا وتجوز في حق ماشي كل الاتجاهات اللي عايز يعمل حاجة في كل الاتجاهات سيحافظ النادي الآن